لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة برنامجكم الحصان كالعادة لازم أذكر حضراتكم زي كل حلقة يعني الموضوع الخاص بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الأعداد ما زالت الحية غير مطمئنة يعني بالأمس وصلت لـ 208 و 12 حالة وفاة الأعداد زادت هي طبعا أول أمس كانت أعلى شوية لكن برضو الأعداد ما زالت غير مطمئنة عاوزين ناخد بالنا مهم جدا أن احنا نتابع الإجراءات الاحترازية لأنها ما زالت حتى الآن هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا في كل دول العالم على فكرة يمكن احنا بنشوف المواطنين في كل دول العالم الحقيقة ملتازمين كله لابس الكمامات حتى اللي ماشيين في الشوارع يعني بدون تجمعات بدون أي شيء لكن الحقيقة عندنا في مصر دلوقتي في نوع من التراخي أنا بأكد في نوع من التراخي يمكن الناس عندها حالة من الاطمئنان أن الفيروس مش موجود والكلام ده خاطئ الفيروس موجود وممكن ينتشر بصورة سريعة جدا في أي لحظة ناخد بالنا كويس جدا المواصلات العامة للأسف برضو الناس غير ملتازمة أنا بقول غير ملتازمة للأسف رغم طبعا دولة رئيس الوزراء من حوالي أسبوعين قال إن فيه إجراءات ضد غير الملتازمين لكن حتى الآن المواطنين غير ملتازمين أنا بأؤكد على هذا الكلام سواء في الأوتوبيس في الميكروباس في المترو المواطنين غير ملتازمين بالمرة لازم ناخد بالنا لأن إحنا زي ما أنا قلت قبل كده بعملية الإغلاق مرة تانية هتبقى صعبة على الاقتصاد المصري وإحنا عاوزين نحافظ على نفسنا ونحافظ على صحة مواطنين شيء يعني لازم إحنا نكون حرسين عليه والإجراءات الاحترازية زي ما أنا قلت مش صعبة يعني ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة في المواصلات التباعد بقدر الإمكان مش ضروري يعني عملية العناق والتقبيل حتى السلام باليد مش مهمة أوي ناخد بالنا من الكلام ده غسل الأيد بالماء والصابون كل ما أمكن وكل شوية ده مهم يعني كلها إجراءات سهلة وبسيطة لكن هتقينا وتقي مواطنين وتقي بلدنا من مخاطر شديدة جدا لأن الإجراءات الاحترازية ما زالت هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا ونتعشى من نحن نلتزم بهذه الإجراءات حتى نصل إلى زيرو إصابات وزيرو وفيات بمشيئة الله كالعادة يعني زي ما احنا متعودين في الحصاد بنبدأ الحلقة بمجموعة من الأخبار الخبر الأول السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا تعزيز الجهود لمواجهة نبرات التطرف والقراهية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية وذلك بحضور سامح شكر وزير الخارجية وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وكذلك استعراض سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والقراهية في ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامي وأوروبا السيسي يؤكد رفضه التام للأعمال الإرهابية أو ربط أي دين بالعنف والتطرف أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان ومد جسور التفاهم والإخاء وعدم المساس بالرموز الدينية معربا عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف مشيرا إلى التجربة المصرية في ترسيخ مبادئ التسامح ونبذ العنف والفكرة المتطرف والإرهاب لإضافة إلى تفاهم خصوصية كل عقيدة وما تتضمنه من مبادئ وأن مصر على استعداد للتعاون ودعم مختلف الجهود الدولية لتعزيز هذه المفاهيم الرئيس السيسي يهنئ جو بايدن بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأكد الرئيس السيسي في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك في تصرحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الحكومة تستعرض مقترحة وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة في المحافظات أقضى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم عبر الفيديو كونفرنس بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومحافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية ورئيس هيئة التخطيط العمراني ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلي عدد من الجهات المعنية وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها في كل المحافظات وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها في كل المحافظات وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التي سيتم تطبيقها بالتوازي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي المحافظات التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمراني بتلك المحافظات تمهيداً لعرض تلك الاشتراطات في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني حتى يتسنى البدء في تطبيقها وزير الخارجية القاهرة وبريس تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية رحب وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة مؤكداً أن القاهرة وبريس تربطهم علاقات تاريخية واستراتيجية ويعمل البلدان على تعزيزها مشيراً إلى أن الوزير الفرنسي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض كافة الأوضاع والقضايا الإقليمية وزير الزراعة الاستقرار السياسي والأمن يشجع المواطنين على المشاركة السياسية أدلأ السيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الأراضي بصوته في انتخابات مجلس النواب صباح اليوم بمقر لجنة الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين العملية الانتخابية وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والأمن الذي تشهده مصر حالياً على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واستكمال مؤسسات الدولة لافتاً إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري نشوف مع بعض هذا التأرير الخاص بإدلاء السيد الوزير بصوته في الانتخابات المصري ما يتخافش عليه عارف هو عايز إيه وعشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحاته بأدي طبعاً الدولة المصرية قادرة على مواجهة كل هذه الظروف الدولة اخذت كل الإجراءات الاحترازية بنشكر كل الجهات اللي ساهمت في اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الناحية الأمنية بنشكر كل الجيش والشرطة اللي بيأمنوا العملية الانتخابية حالة الاستقرار السياسي والأمن اللي موجودة في البلاد ده مدعاة لكل المواطنين ينزلهم يشاركوا فيه اختيار نوابهم ومن يمثلهم ده بيساهموا فيه استكمال بناء مؤسسات الدولة ايضاً ده تدعيم للديمقراطية بناء التصورة للعالم على وضع الاستقرار الأمن ووضع الاستقرار السياسي في مصر فدي دعوة لكل المواطنين ينزلهم ويراعوا كل الإجراءات الاحترازية المتبعة كل الفلاحين والمزارعين ينزلوا يختاروا نوابهم ومن يمثلهم لأن ده اللي بيعبر عنهم وده اللي هيقودوا المرحلة القادمة في مجال القوانين والتشريعات وبالتالي مطلوب أن كل فلاح وكل مزارع يثبتوا أن فلاحي ومزارعي مصر لديهم القدر الكبير من الوطنية وحرصهم على تدعيم الدموقراطية فأنا طالبهم بالنزول واتباع كل الإجراءات الاحترازية الحياة المرحلة التانية من الانتخابات بتشهد إقبال الحياة واضح جدا من جميع المواطنين ومن كل الفئات العمرية وبالذات طبعا السيدة المصرية في مقدمة المشهد والشباب الحياة موجود بكثافة وكل المواطنين حتى كبار السن الحياة اللافت للنظر أن الإقبال في المرحلة التانية يمكن أنا شايف أنه أكتر من المرحلة الأولى وده يدل على أن المواطن عرف أهمية صوته وأهمية اختياره للمرشح الصح اللي هو يمثله في مجلس النواب وعرف تماما أهمية هذا المجلس في المرحلة القادمة الزراعة مراقبة مكثفة لمنافس بيع وإنتاج المخصبات للمحاصيل الشتوية عدد من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة الزراعة مع بداية موسم الزراعة الشتوي لمتابعة إنتاج وتداول بيع المخصبات الزراعية أو الحيوية منها لجان رقابية على منافس بيع المخصبات الزراعية والحصول على عينات من المنتجات المطروحة لتأكد من مطابقتها للمواصفات والمصرح بها من قبل وزارة الزراعة والمسجلة وضبط المحزور منها وحظر بيع غير المسجلة بالمنافس الأهلية والجمعيات خاصة بعد انتشار مخصبات في الأسواق لا ترقى بمستوى الإنتاج المصرح به من قبل وزارة الزراعة النقطة دي مهمة جدا الحيوية عاوزين ناخد بانها لأن المواطن ليه دور رقابي في الموضوع ده بالذات ودايما احنا بننبه المزارع انك ما تشتريش أي مخصبات زراعية ما تشتريش أي مبيدات غير من الأماكن المصرح لها بيبيع مثل هذه المنتجات يعني ما نشتريش المنتجات دي من باعة اللي هما بيلفوا في الحقول وانت ما انتش عارف مصدر هذه المنتجات لأن هي الحيوية بتعمل مشاكل كبيرة جدا في المحاصيل الزراعية يمكن من حوالي أسبوع كان فيه شكوى من أحد المزارعين اشترى مبيد من السريحة اللي هما بيمشوا فيه الحقول ورشوا والمحصول بتاعه للأسف حصل له ضرر بالغ وعمل شكوى بس احنا طبعا مثل هذه المشاكل احنا الوزارة ما تقدرش تاخد إجراء فيها لأنه المصدر بيكون مجهول علشان كده مهم جدا من المزارع اشتري مبيداتك اشتري مبيداتك اشتري المخصبات الزراعية اشتري بزورك اشتري أي مدخل من المدخلات الانتاج أو أي منتج من المنافذ والمحلات المصرح لها بالاتجار في هذه المنتجات وكون حريص انك تاخد فاتورة عشان لو حصل أي مشكلة حتى الشتلات عشان لو حصل أي مشكلة تقدر ترجع للمصدر اللي انت اشتريت منه الكهرباء تعلن الطوارئ في جميع المحافظات بسبب موجة الطقس السيء اكد الدكتور ايمان حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان هناك فرق طوارئ على اعلى مستوى تعمل على مدار الساعة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للتدخل السريع في حالة حدوث اي اعطال طارئة نتيجة سقوط الامطار والسيول فتح لجان المرحلة الثانية لانتخابات النواب اي امام المواطنين لليوم الثاني فتحت صباح اليوم الاحد اللجان الانتخابية امام المواطنين للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا امس السبت ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الاحد وفتح تلجان الفرعية البلغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم 31 مليون ناخب في المرحلة الثانية وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة القليوبية المنوفية الدقالية الغربية كفر الشيخ الشرقية دومياد بورسعيدة الإسماعيلية السويس شمال سيناء وجنوب سيناء وزيرة الصحة العمل بالمبادرات الرئاسية مستمر في ظل تقديم خدمات علاج كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صرحت ان مبادرة صحة المرأة قدمت الخدمة العشر ملايين سيدة حتى الآن مضيفة ان مبادرة الرئيس للكشف عن التقزم والسمنة تستهدف عشر ملايين طالب وقامت بفحص اثنين مليون طالب حتى الآن واضفت توزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعاقد الآن انه يتم صرف العلاج لاصحاب الامراض المزمنة لمدة ثلاثة اشهر في اطار اجراءات مكافحة فيروس كورونا وتخفيف التردد على المستشفيات التموين تعلن توفير لحوم طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية باسعار مخفضة 20% اعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير اللحوم الطازجة والمجمدة باسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 20% بجانب توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية بفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات الراي تحذر من استمرار سقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية الغربية حذر مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والراي من استمرار سقوط الأمطار المتوسطة غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية والتي تقل شدتها على السواحل ويشدد المركز على ضرورة توخي الحذر في السواحل الشمالية للدلتة والسواحل الجنوبية البحر الأحمر الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة دي كانت مجموعة الأخبار في حصاد الليلة النهاردة عندنا الحياة فكرتين حواريتين مهمين جدا هنتكلم في الفقرة الأولى عن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر السقيلة ودوره في الغزاء الصحي الآمن ودوره أيضا في زيادة الصادرات الزراعية الحياة من المعامل المركزية المهمة جدا في وزارة الزراع وهيكون ضيفي في هذه الفقرة لأستاذ الدكتورة هند عبد الله مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغزية الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن الخلايا الجزعية نتعرف عن الخلايا الجزعية وإحنا دايما بنسمع عنها عبارة عن هي دورها في مواجهة الأمراض الفراسية وهيكون ضيفتي فيها الدكتورة فاتن أبو عزيزة أستاذ مساعد الباثولوجيا المرضية وأبحاث الخلايا الجزعية بالمركز القومي للبحوث فاصل قصير وأستقبل ضيفتي في الفقرة الحوارية الأولى بعد هذا الفاصل فانتظرون